اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد ساعد جدا بتواجد معاكم الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي شغالين على يوتيوب كتير مننا بعد رفع الفيديو وبعد الشغل والعناء والمجهود بعد ما يرفع الفيديو ويواجه معا مشكلة سواء كانت المشكلة دي عبارة عن حقوق طبعه ونشرق او مشكلة في بعض المزيكة الموجودة على الفيديو او المشكلة عادية جدا وخطأ روتيني اغلالنا بيقع فيه وهو خطأ في حتة معينة من الفيديو جزء معينة من الفيديو عايز تحذفه او عايز تعديه او عايز تبدله بصوت تاني ومش عارف تعدله في الفيديو بتاع النهاردة وطبعا كلنا عارفين ان تعديلات يوتيوب الجديدة بقت بتساعد منشيء المحتوى بدرجة كبيرة وبقت بتعرفك الجزء المعين من الفيديو يعني انت عندك فيديو معين عليه احقوق طبعه ونشر بيعرفك يقولك من الثانية كزا للثانية كزا في حقوق لشركة كزا وطبعا بيكون في تفاوضات واحدة الكتير ولكن احنا الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ازا اردت تعديل الفيديو وهو مرفوع على يوتيوب وانك تعدل فيه وتحفظه سواء كان كفيديو جديد او تحفظه على نفس الفيديو واللي انت كنت شغال عليه طبعا امره طبيعي جدا انك بتدخل على اي فيديو انت عايز تعدل عليه بتدخل على الفيديو ومنها بتدخل على يعني لو انت الفيديو ده شغال معك كده بالشكل ده كده فيديو شغال انت كمنشئ محتوى طبعا لو انت شغال من الاندرويد بتحول من هنا كده وتحول تضغط على التلات نقط دول وتحول تشغيل بطريق السطح المكتب طبعا الفيديو بيكون على قناتك انت مش على قناة اي حدي ثاني بتلاقي الفيديو موجود لما بتنزل تحت منه وبيظهرلك تعديل لها الفيديو لما بتدوس على تعديل الفيديو بتدخل على القايمة بالشكل ده كده طبعا بيكون فيها الوصف والكلمات المفتاحية والشرحات والحاجات دي كلها بتختارها واحدة واحدة بعد كده بتدور في الجنب هنا على حاجة اسمها اداة التحرير اداة التحرير لما بتدوس عليها بتحول كل حاجة الاسود بالشكل ده كده اشترك تشتغل بتدخل على البدء اول ما تعمل البدء بتدخل على الفيديو هنا بقى لازم تكون متفاحة من وطبطين معينين. طبعا في ادات التحديد دي بتطيف مجموعة جدا من الخيارات. من اهمها شاشة النهاية اللي اغلبنا بشتغل عليها. وكمان الفواصل الاعلانية. ولكن الفواصل الاعلانية مش بتضفها غير لما تكون قناتك محققة ربح. وكمان بتضفها لما يكون الفيديو بتاعك متخطي لعشر دقايق. كويس. طيب. ايه بقى اللي هتعمله لو انت الفيديو بتاعك مش متخطي لعشر دقايق. واللي بيمكنك تعمله على لاي فيديو موجود عندك على القناة. انت دخلت الوقتي على الفيديو ده. في جزء معين انت عايز تقططعه من الفيديو. طبعا اول حاجة لازم تفهمها لو انت ما انت تشايف كويس على التراك او التراك بالنسبة لك حجمه كبير ممكن تكبر حجم التراك بالشكل ده كده. او تصغر بحيس انك تشوف التراك بصورة اوضح وتقدر تقططع الجزء معين اللي انت عايزه. طبعا تحت هنا بيكون تراك الصوت زي ما احنا متعودين وزي ما انت متعود في منتاجك لاي فيديو بتعمله. وهنا بيكون تراك الصورة. وطبعا هنا بتكون المعينة شغالة قدام عينيك. الفيديو بالشكل ده كده واللي يكون انا عايز اشيل جزء معينة من الفيديو. انا عايز مسلا ابدأ من اول هنا. مش عايز الجزء الاول. كل اللي انا بعمله ان انا بدوس على اقتطاع. وبعدها بدوس على تقسيم. شايف انت تقسيم دي? بدوس عليها وببدأ ان انا اسحب بالشكل ده كده. الجزء الاولاني ده كله اصبح مش موجود. لو عملنا معينة. وجينا بقى انت شايف هنا بعد ما كانت البداية من هنا خلاص لو شغلت كده. خلاص البداية ما بقتش موجودة. لو عايز تدرك اكتر الكلام. انت شايف هنا كده مسلا الجزء ده انا مش عايز الشخص ده مسلا في الجزء ده. باجي مسلا من هنا كده وبعمل هنا بدوس متابعة اقتطاع. وباجي هنا كده وبعمل تقسيم. وببدأ ان انا اسحب تاني. طبعا انت شايف هنا كده بقى لك التراجع. يعني انت شايف في الشكل ده لو انت عايز تعمل تراجع عن الاجراء اللي اجرته في المنطقة دي هتكون قادر انك تعمله. كويس اوي. وطبعا هنا ممكن تعمل بحول كل الاجراءات اللي انت قمت به. كويس اوي لحد هنا. وطبعا لو دست معينها بيتم تطبيق كل شيء انت اعملته وبيتم تنفيزه. ولكن بيكون متاح ليك انك تعمل تراجع من هنا برضو. بيكون ظهر ليك خانة التراجع انك تتراجع عن اي شيء انت عمل. طيب انهاجي هنا كده انا عايز اخفل الشخص ده هعمل متابعة افتطاع. هنا كده. تقسيم. اسحب. انا مسلا مش عايزي جزء دايبان. بعد كده هعمل معين. انت شايف الفيديو بتاعي هيبدأ من هنا بعد المكانة البداية هنا هيتخطى وبعد كده ينتقل للمرحلة دي على طول. بص كده على الفيديو. هتشوف كده تلاقي الفيديو بيتخطى اي منطقة انت مش عايزي. انا كده اقدرت انك تتعدى الجزء او التعديل على الفيديو. كويس اوي لحد هنا. طبعا لما بتخلص بتعمل حفظ كويس اوي. طيب انت عايز تعمل تعديل اكثر. يعني انت عايز تضيف مسلا على الفيديو في مكان معين. بتيجي هنا كده على خانة وتدوس هنا كده. طبعا زهر لك بتاع الميزيك بتطيرها كبيرة اوي وبقى وضع لي. كل اللي انت عملته الاجراءات اللي انت عملتها تعمل له اقططاع الحاجات دي كلها اصبحت سهلة معك لانت شغل على صوت وصورة. او ممكن تدوس هنا كده على هنا كده. بتبدأ تضيف صوت لو ضغطت دقطة هنا على او ازاي دي بتكون منها قادر انك تضيف صوت من المكتبة الصوتية الخاصة في يوتيوب بتختار اي صوت هنا كده لو وقفنا كده واخترنا اي صوت احنا عايزين وليكن الصوت ده. مسلا وليكن الصوت ده عمله اضافة للفيديو. ظهر لك هنا كده طبعا بتكون قادر انك تقص حتة معينة تحرك شمال يمين زي ما انت عايز وتضيفه في المكان اللي انت عايزه على التراك الخاص بي. وبعد ما بتخلص بتعمل حفز للاجراء اللي انت كويس. اوي لحد هنا. انت كده اضفت الصوت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه بالحجم اللي انت عايزه. طبعا عشان يكون متفاقي vídeos للفيديو على اليوتيوب يعني مش هينفع تمنتج الفيديو على اليوتيوب انت بتضيف او بتعدل حاجة بسيطة ولكن مش جاية في الفيديو على يوتيوب. نبي هي اجراءات بسيطة تقدر من انت تعديلها على الفيديو الخاص بي. من الحاجات كمان ان انت ممكن تضيفها على الفيديو التعتيم. ممكن تعمل اضافة تعتيم لبعض الوشوش او اضافة تعتيم مخصص في حتة معيانة. الفيديو كله يعتم ويفتحتاني او يعمل اخططاع وده طبعا من الاستوديو القديم او من المحرر القديم. وديك بتبواجه معا مشكلة صراحة ولكن هتساعدك بصورة كبيرة زي ما احنا شايفين. وبتقدر ان اختص اي جزء. طيب انا اختص الجزء اللي هنا وعايز اخلص بقى الفيديو بتاعي واقتنحت من اللي انا عملت واخدت قراري. وقصيت الجزء اللي انا مش محتاجه من الفيديو. بعد كده بتدوس على حفظ. عند حفظة هنا بيكون قدامك حل دوس حفظ على الفيديو نفسه اجي ادوس حفظة كده على الفيديو خلاص او ان انا ادوس حفظ كفيديو جديد. وابدأ الفيديو بتاعي اتحافظ يعني نفس العنوان ونفس النشر بتاع الفيديو. وهنا بقى قدامك حل انك تعمل حزف للفيديو الاصلي او تسيب الفيديو الاصلي نوجود زي ما هو. كويس وتعمل حفظ كفيديو جديد. طيب لحد هنا كويس اوي. وممكن ان تدوس على حفظ ويتم حفظ التغييرات بس بقولك ان هنا بقى ايه? هيتم اجراء التغييرات دي ممكن تقعد بضع ساعات على ما التغييرات تبين قدام الاشخاص اللي بيتفرجوا على ده الفيديو. متفاهم انت الفكرة? يعني ممكن الفيديو بس تعمله النهاردة بعد ساعات معينة التعديل يبدأ يظهر قدام الاشخاص اللي انت قررت معهم التعديل. لو انت موافق على ده ممكن تدوس حفظ او ممكن تحفظه كنسخة تانية وتحول النسخة دي لخاصة عشان ما تخسرش مشهداتها ولا اربحها ولا تخسر لها اي حاجة وكأن الشيء لم يكن متعدل الفيديو وتضيفه بنفس الاسم وبنفس التعديلات. هتمنى ان انا اكون وصلت معلومة بسيطة لاي شخص محتاجها. شكرا لكم جميعا وديك الطريق التحرير الفيديو على محرر الفيديو الجديد الخاص من استوديو منشئ المحتوى الخاص بيوتيوب الجديد لان قريبا جدا هنودع استوديو منشئ المحتوى الكلاسيكي. شكرا لكم كان معاكم محمد عليما.